موسيقى بفقرة إلها حل لليوم معنا أخصائية وأستاذة التجميل وفاء صعب وهي صاحبة وفاء صعب بيوتي ميديكل سنتر من أهم المراكز الموجودة في لبنان لأكتر من عشرين سنة المعروفة طبعا بالمصدقية وبالعناية بالوجب والجسم مع أكيد فريق عمل كبير وتقيم عمل كتير كبير أهلا وسهلا فيك وصباح الخير مرسي صباح الخير مرسي لألكم أهلا وسهلا فيك بدنا نحكي اليوم عن الخدمات اللي بيقدمها المركز وخلينا نقول أنه اليوم بالتحديد بدنا نركز على الليزر أكيد صحيح مهمية لأنه الليزر هلأ حاليا صار فينا نقول هو يعني من الأشياء العلاجية اللي أياست هي بحاجة لها وبذات الوقت هو بيعطيها رياحة بترتاح من شيء اسمها إزالة شعر وهلأ صار فيه تكنولوجي كتير مهمة تطور الليزر كتير بالبدايات بلشوا بماشينات الـ IPL اللي هو كان كتير مؤلم على البشرة وموجع وأكيد ما كنا نوصل لحلول نهائية باستخدامه بعدين نزل شيء اسمه الديود ليزر كمان التكنولوجي صارت كتير سريعة تطور بحيث أنه صار كتير سريع نتائج كتير رائعة عم يعطي وسيف كتير على الجلد وأي ست يعني بحاجة وأي صبيه أنه تعمل إزالة نهائية لترتاحه ونحن هلأ بزمن بعصر ما بقى عنا وقت ستة عام ما بقى لنا جلادة ما عنا جلادة ما عنا وقت فهو حقيقة هو حل لكل مشاكل الشعر اللي عنده اللي ستات خلينا نحكي أنه مثل ما كنت عم تقولي أنه الليزر صار ضرورة نحن عم نشوف هلأ مشاهد من عندك من البيوتي سنتر الليزر صار ضرورة لكل ستة لأنه بيريحها وبيختصر لوقت ونظافة وترتيب خلينا نحكي عن من أول ما بتفوت لعندك الصبية أو الست المراحل اللي بتمرق فيها لنعمل الليزر أول شي ضروري نعمل تشيك أب العمر كتير بلعب دور منشوف قدي عمره إذا كانت هي عندها مشاكل كيف بحدد تشيك أب سريع نظر لجسمها لوجها في محلات ما لازم منشوف فيها شعر مجرد ما شفنا شعر نحن هون منكون قدام مشكل هلأ في مشكل يمكن تسعين بالمئة من الصبايا تحديدا عم يعانوا منه هو الكياس على المبيض صح بس بالآخر أكيد له علاج بالتنسيق مع دكتور فمنعمل للعلاج وبتخضى على علاج الليزر بالإجمال أكيد في كذا سيشن بدأ تلتزم فيهم بيناتهم بيكون تقريبا ممكن شهر ممكن شهر ونص العدد الجلسات بيخضى على حسب العمر حسب قوبة الشعر عندها بس بالآخر ستوصل للفاينل بالعلاج 100% كل الشعر ممكن ينزل بالليزر ومن كل الأماكن الواجهة الأماكن الحساسة أو في نوع من الشعر لأما الليزر بيفشل أمامه الليزر تحديدا هو بس يعني للشعر الأسود الدارك هو ما عنده قدرة للأسف لحد الآن كتكنولوجي ما وصل لمرحلة أنه يشيل الشعر الأبيض اللي ما في كالر الشعر الرئيق اللي باهت إذا بديك فهون أكيد نحنا وتحديدا بمركزي وأنا يمكن بخبرة هالعشرين سنة أنا تميزت بأنه قادرة وصلها للست لنهاية بالشعر بكل أنواعه إذا كان وبر عندنا شيء اسمه الابيليسيون الكتريك اللي هو بنهية للشعر بس أكتر شيء هو بمنطقة الوجه ممكن جزئيا بمنطقة الصدر بس الليزر هو تحديدا بس لأزالة الشعر الأسود غير شعر أسود أبدا ما ممكن يزيله حتى بالأماكن الحساسة بالأماكن الحساسة أكيد لا بس الشعر الأسود الدارك غير هيك أبدا الليزر ما عنده قدر يشيل الشعر هلأ للشعر لو رقيقة بس يكون فيها لون ممكن نوصل لنسبة من نجاح الليزر أكتر أكيد لا في عوارد جانبية بس تعمل الصبية ليزر على البشرة ممكن يصير في حروق معينة ممكن يتغير لون الجلدة في أي عوارد؟ هلأ ما لازم يكون في عوارد إذا اللي عم تشتغل أول شي الجهاز بلعب دور كتير كبير أنه يكون جهاز طبي ممكن يكون أوروبي التكنيسيان اللي عم تستعمل الجهاز بدأ تعرف الدوز منعنا نعرف شو سكان اللي قدامنا كانت ثمرة كانت بيضة كانت حنطية كيف بتغير الدوزة بحيث أنه يتناسب مع لون البشرة اللي هي قدامها هلأ نحن بمرحلة صيفية وفي عندك برونزاج في هيك حالات نحن مثلا من أن نعمل السطب بدأت تكون كتير حذرة بالتعامل مع الليزر لأنه هون ممكن نعمل حرق فأكيد في عنا كيسيز أنه نحن ما فينا نشتغل عليها فبالتالي هو بعود للأخصائية كيف عم تتعامل مع البشرة وكيف عم تحاول تغير الدوزة أنت أوقات ممكن تقليل حتى لو كان لها مصلحتة أنه هلأ ما بيصون نعمل ليزر أكيد أنا في صبايا عندهم كيف بيقلك حدا بيقلك هو صغران بالشمس أكيد بنوقف فترة الصيفية لنقدر نرجع للون الطبيعي للبشرة لحتى تفتح لنقدر نشتغل لأنه بهيك حالي أكيد بصير عنا حرق لأنه هي أنرجي أنرجي كتير قوية وقال لك كيف نقدر نحن نوصل لنحرق الشعرق في أعمار معينة بتستفيد من هالخدمة وفي أعمار مثلا لأ بتقديلون بعد بكير هلأ بالإجمال لأنه الشعر كتير مزعج وأحيانا يكون عندنا حالة كتير مأسرة على نفسيتها اللي نقول هي عمرة 16 أو 17 أكيد بتاخد نتيجة وهو كتير سيف وكتير آمن ما عنده أي side effect أبدا الليزر فبهيك حالي أكيد بعمل لليحة بس ما بتاخد نتيجة لأنه بعض الأرمون عندها ما صار ستيبل تعرف لما قطعت 18 بيكون عندها تروب الأرمونال قوي كتير بهالعمر بس أكيد أنا بالليزر بوصل لمرحلة هي ترتاح لفترة كتير منيحة حتى لو بعدين بدنا نكمل 100% بعدين نستمر مع في عندك حالات بيجوا مثلا عاملين ليزر غير محل في أغلاط معينة في أشياء معينة صايرة صلح طيلون أكيد مثلا أحيان هلأ نحنا بالليزر أول ستيبل نعمل نعمل شايفينج للشعر في محلات ما لازم نعمل شايفينج لأنه بتكون نوعية هالشعر أنه ما بيأخذها ما بيقراها الليزر هون أنت بتكوني حرامي أنا عم تأزيلها وجه تحديدا عم نحكي على الفيس إذا بدك عم نأزيلها بشرطة لأنه لازم تروح لعلاج تاني كانت الأخصائية تعرف أنه هيدا الحالة ما بتتعالج بالليزر نحن الحمد لله بمركزنا أولا مرة صارت بس أحيان بشوف صبايا بجول عندي شوي محروقين تتعالج هاي تزبط ترجع إذا كان خفيف مش كتير مش بيبلي بي بتروح بتعمل سكارز بالجلدة يعني وهيدا الوحدة كتير ينتبه عن مين يروح أكيد بده ينتبه لأنه بده يشوف أنه قدي عندها إكسبيريينس اللي عم تشتغل مصداقيتها المشينز اللي عم تستخدمه بتعرفي حضرتك للأسف يعني نحن ما كتير تنظمتها المهنة يعني فكمان هذا شي بيعود سلبيا للبيشينت اللي عم بيجوا على المراكز يعني هني مش دورهم يعرفوا بالتفاصيل شو المشين أو أنت كيف عم تشتغل يعني هون بتعود لأله هي وقدي عندها ضمير بالشغل وصدق تعرفي نحن عم نمرق بظروف يعني كارسية أكيد أغير ما يقال مشكلة العالم عندها رفاهية أنه حط مبلغ من المال وروح لأعمل يعني بقولولك يطلع شعر بترك بس لأنه ما عندي إمكانية ما عندي إمكانية شو مقدمة شو مسهلة شو واكة يعني أكتر من مدروسة حقيقة الأسعار يعني إياسا لقبل أنا بقول ولأنه نيو تكنولوجي اللي ماشيين لعندي يمكن باللبنان هلأ صار فيه إنه من اثنين أو ثلاثة رغم هالشي ورغم سعره الباهز بس عاملي أسعار أكتر من مدروسة إذا بدك تميشيا مع الوضع الاقتصادي المزري اللي عم نقطع فيه بالبلد يعني أنت بدك تشتغلي وبالتالي تقدر تقدمي هالخدمة لأكبر عدد من الستات والصبايا اللي يستفيدوا فأنا بشجع وبقولون أهلا وسهلا فيكن أبدا ما بتهرب الأسعار وكل شي بمتناول بالإضافة لهذا الشي حضرتك مثل ما قلت بالأول بتشرفي على كل شي أنت بتكوني موجودة مع طبعا طبعا فريق العمل بتنظمي دورات تدريبية دائما خبرينا عننا بالبدايات أنا كنت أعطي دورات بكتير بالمعاهد نظرا لضيق الوقت وكسيفة الشغل فهلأ حاليا عم بعطي برايفت كورسيز بالسونتر عندي صلي زمان كتير بعطي كل حسب الصبية أو الست شو عندها رغبة بتعلم الميك أب إزالة الشعر التاتو السكان كير علاج البشرة فبتخضى على دورة تدريبية الوقت طبعا أنا مش حدا من الأشخاص اللي بحد دلوقت بقدر ما بيهمني تطلع بسقة لقطة لقطة مش مهم نحملش هادة بالآخر أهم شي يكون عندها سقة اللي تعلمت وقادرة ترجع تشتغل وتتكل على حالها بالإضافة للليزر شو عندكم هيك بريف إذا بدنا نعمل راوند سريع عن الخدمات اللي بتقدمون غير الليزر سكان كير الدرما بان اللي هلأ عمل ريفوليوشن بيعامل بعالم بيوتي السكان إذا بدك كتير نتاجه رائعة سيبر رائعة عم نعمل علاجات لكل مشاكل البشرة إذا بدك صار إلى حلول ونتاجة جدا واضحة وكمان عندنا نيلز كير السليمينج دايتشن يعني بتفوت الصعبية بتغير نفسي بتغير نفسي أخي السائية التجميل وفاق صعب شكرا جزيلا لأليك على أمال لقاءات جديدة معك على أصباطتكم كمان بتشكركم ترجمة نانسي قنقر